أهلا بكم وحبي مسلسل سوق الحرير إليكم ما توقعات الحلقة الأخيرة ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو اشترك في القناة وفعز زر الجرس لكي يصلك كل جديد كما شاهدنا في الحلقة السابقة كيف عندما رأى قمر راضي وطلب راضي من قمر أن تعطيه فرصة ولكن قمر رفضت لأنها كبرت وأصبحت عندها بنات أيضا عندما ذهب راضي إلى عمران أتوقع أن راضي سيخبر عمران أنه لا يوجد شيء بينه وبين قمر وأنه فهم الموضوع غلط فظل يلاحق شهادي إلى أن يصل إلى مكان صابر وعيد وأتوقع أيضا أنه سيكمشوهم أتوقع أيضا أن أمينة ستعود إلى بيت أهلها وقمر سترجع إلى بيتها وبناتها وعبد الله وعمران سيقفون على العمل سوية أما أن أسعد أتوقع أنه سيتزوج من صباح ومريم ستجد ممدوح وستتأكد مريم أن برائت ورادها العم خلدون وعفيفة وسيف سيرجع علاقتهما الحب بينهما ويرجع لبعض ويكون سعيدا للغاية نهاية سعيدة إلى اللقاء